أعاد إعلان البحرية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي منع سفينة دعم تابع للحرس الثوري الإيراني من احتجاز سفينة غير مأهولة يديرها الأسطول الخامس في مياه الخليج أعاد إلى الواجهة مجددا أنشطة إيران التخريبية في المنطقة والمراقبة الأمريكية الحسيثة لها فقد أفاد ضباط أمريكيون كبار بأن البحرية الأمريكية تعمل لبناء شبكة من الطائرات بدون طيار والسفن في إطار سعيها لتقييد حركة القوات الإيرانية في المنطقة ضمن برنامج يعمل البنتاجون أن يكون نموذجا للعمليات في جميع أنحاء العالم إلا أنهم امتنعوا عن الكشف عن عدد الطائرات أو السفن التي نشرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها أو الإدلاء بتفاصيل حول مكان وكيفية استخدامها مشددين على أنها معلومات سرية بحسب ما نقلت صحيفة وول سريت جورنال لكنهم قالوا أن السفن والمسيرات ستمنحهم رؤية أفضل لمياه المنطقة كما أوضحوا أن البحرية تتوقع أن يكون لديها مئة طائرة واستطلاع صغيرة بدون طيار تعمل قبالة الساحل الإيراني بحلول الصيف المقبل ولفتت المعلومات إلى أنه يمكن لبعض تلك المسيرات أن تطفوا فوق البحر لمدة تصل إلى ستة أشهر مرسلة صورا وبيانات مفصلة ليراجعها المحللون فيما يراقب أفراد البحرية الأمريكية والمتعاقدون عبر شاشات فيديو تنبيهات حمراء تظهر عندما تحدد أي مسيرة في المنطقة أهدافا مشبوهة أو تهديدات محتملة ترجمة نانسي قنقر